نحن بعد أيام عيد الأم إن شاء الله كل عام وإنت بخير يعني بهيدا اليوم شو ممكن تكون يعني بالنسبة إليك هيدا الأحاصيس ومنعرف عندك ثلاثة أولاد الله يخلي لك ياهن أول شي إن شاء الله هيك عيد أم مبارك عكل إمهات الوطن العربي والعالم الأموم الشيء كتير عظيم أنا بتمنى هيك ضل صبورة وبيقوتي وقادر أكمل مشواري ومشروعي ليكون ناجح وشوف أولادي بأحسن الأماكن يا رب ضحيتي هيك حسيتي حالك بلحظة معينة ضحيتي بالفن على حساب العائلي أو بالعائلي على حساب الفن أبدا ربا أبدا أبدا أنا أموري كتير منظمة وبعرف شو بدي إن كان من الأسرة أو من شغلي فكتير مرتب أموري بحيث ما أخسر شي عحساب شي والحمد لله يعني نحنا يعني بالبيض أنا وناجي يعني عاملين هارموني عاملين حالة إيجابية جدا لنقدر نكون نعمل بالنس بحال أنا عندي شغل أو هو عنده شغل نقدر نعبي أماكن بعض وإذا نحنا الاثنين ما كنا موجودين فأكيد حدا من العائلة فعمت الولاد دائما موجودة معي من ولادتهم لليوم فعمتهم كمان يعني هي مثلها مثلي بالبيت تماما الجمهور ما بيعرف إنه كندحنا ما بتستقبل عنده حدا هو يربي أولاده هي دائما بتعتني بهذا الأمر أكيد أنا هيك بحب حرام يعني أول شي بحس إنه هو داره لأنه غير ثقافي يعني تجيبي حدا ما نو مخه مو مثل مخيك أكيد يمكن يربي ابني أحسن مني بس يعني أنا في شي براسي قد ما حاولت فهمه لا حدا غريب ما رح يقدر يفهم يوصل الشي اللي أنا بديه أو بدي أوصله مع أولادي ففضل كون أنا أو حدا من العائلة أكيد يعني نفس الثقافة نفس المخ أنت أم قاسية لينة طيبة بينضحك عليك بكلمتها أنا أم قاسية ولينة وبينضحك عليك بكلمتها أخر شي كلمة هيك لأمهات بهاليوم العام وهنا نبي ألف خير وإن شاء الله أمهات الوطن العربي بقوتون وعافيتون لنخلق هيك أجيال جديدة ويقول الله يرحم شهداءنا ويصبر أمهات اللي فقدت بهالحرب شهيد على الجبهة أو شهيد على الأرض نجمة كندحنا شكرا جزيلا لك العام وانتي بالف وانتي بالف خير شكرا روبا مرسي لإليك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر